أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها بأبرز العنوين من المواقع المحلية مسلح حوثي يقتحم مدرسة في إيب ويطلق النار على التلاميذ الوقفة التضامنية الثالثة في عدن مع منزل الرئيس صحيفة بريطانية تحدد أكثر مجتمع في الشرق الأوسط قابل للإصابة بكورونا أهلا بكم دون أي سبب يذكر يقتحم مدرسة ويطلق النار بشكل عشوائي على الطلبة والمعلمين هذه التفاصيل حسب موقع المصدر أونلاين حدثت في مدرسة بمنطقة الزنجي الواقعة بين مديريتي الشرعب تعز والعدين بإب حيث أقدم مسلح حوثي على إطلاق الرصاص بشكل عشوائي على الطلاب والطالبات ما أسفر عن سقوط قتل وجرحة مصادر محلية وطلاب قالوا إن مسلحا حوثيا يدعى محمد مهيوب اقتحم مدرسة الجهاد الحكومية وباشر بإطلاق الرصاص دون أي مبرر أضافت المصادر للمصدر أونلاين أن اعتداء المسلح الحوثي أسفر عن مقتل طالب في الثانوية وإصابة معلم وطالبين أحدهما إصابته خطيرة وأكدت المصادر أن المسلح الحوثي حاول اقتحام الفصول وارتكاب مجزرة كبيرة لكن المعلمين سارعوا بإغلاق أبواب الفصول ومنع الطلبة من الخروج فيما أطلق الرصاص على الأبواب والنوافذ مسلح الحوثي في النقطة القريبة من المدرسة والتي يقودها مشرف الجماعة طلال المجيدي لم يتدخلوا في إيقاف اعتداء زميلهم المسلح إلا بعد نصف ساعة وأجبروا الطلاب والأهالي على مغادرة المدرسة بعد مغادرة الجاني وبحسب المصادر فإن الحوثيين توعدوا بمحاسبة زميلهم وهددوا الأهالي والطلبة من أي تصعيد مؤكدين أن مشرف الجماعة سيحل القضية بشكل قبلي مع الأهالي الحديث عن عدن لا ينتهي تحت هذا العنوان كتبت سعاد خداب خشخان مقالها المنشور في عدن الغد مضيفة هناك الكثير ممن استنكروا عودتي إلى عدن بحجة الأوضاع فقلت لهم عدن لم تتغير ولكن الناس تغيروا وهناك كثير من الدخلاء أتت بهم الصدفة إلى أرضها عدن ستنهض من بين الركام مهما ساء الوضع وستنفذ التراب الذي على على محياها عدن لم ينطفئ نورها كما قد يعتقد البعض وأنها كانت في زمن مضى مدينة واختفت كلا عدن نور لا ينطفئ قديما وفي الماضي القريب تم انتهاكها وخضعت لدسات رجائرة ولكن فلننظر لهذا الزمن هل بقى منه شيء؟ جميعهم انتهى وقيدت القضية على صفحات التاريخ ستقرأها الأجيال التي ولدت بعد تلك الحقب وسيعرفون أن عدن مثلها مثل بحر لا يقبل الميتة إنها عدن بلد التعايش والسلام مدينة حب وعشق لا ينتهي اسألوا ربابينة البحار عنها ستخبركم جبالها الشم الأبية وشواطئها الممتدة والجزر المتناثرة كحبات لؤلئ انفرط عقده حلقت الطائرة فوق الأجواء وأول ما لاح لي شواطئ الفيروس وجبالها الشامخات السمرة طافت حول سمائها إدانا بالهبوط ثم هبطت الطائرة بسلام على مدينة الحبيبة أغرور قطعيناي وأنا أراها من الأعلى وحولنا سحابات كأنها العهن المنفوش بيضاء نقية كقلوب أهل عدن التضامن مع الرئيس الأسبق علي ناصر محمد ما زال قائما في عدن فمن يسكنون منزله رفضوا الخروج وعنوان موقع عدن الغد الإعلان عن موعد تنفيذ الوقفة الاحتجاجية الثالثة للتضامن مع الرئيس علي ناصر محمد قال إشام الحاج رئيس الحملة الشعبية للتضامن مع الرئيس بأن اللجنة المشرفة على الحملة تستعد لتنفيذ الوقفة التضامنية الثالثة مع علي ناصر أفاد الحاج بأن الوقفة الثانية كانت قد حققت نجاحا كبيرا وحركت المياه الراكدة في ملف قضية اقتحام منزل الرئيس علي ناصر محمد بمنطقة التواهي وأوضح بأنهم سينفذون الوقفة الثالثة مطلع الأسبوع القادم ردا على موقف السلطة المحلية بمديرية التواهي والتي جعلت من نفسها طرفا في القضية وكان الأجدر بها أن تكون محايدة باعتبارها جهة رسمية كل الرايات ترفرف في عدن يرفع الناس أعلاما لا يعرفون لماذا وإذا مستثنين علم اليمن فإن كل الرايات يمكنك رفعها دون أن يسألك عنها أحد آخر راية رفعت كانت لدولة مجهولة وفقا لموقع ايمينيوز رفع علم غريب بعدن قال الموقع فوجئ أهالي عدن برفع علم غريب وسط أحد الشوارع العامة في المدينة والعلم يعود لدولة توغو الأفريقية قال السكان أنهم فوجئوا بالعلم مرفوعا على أحد المباني ولم تعرف أسباب رفع هذا العلم والجهة التي قامت برفعه جمهورية توغو بلد في غرب أفريقيا تحده غانا إلى الغرب وبنين من الشارق وبوركينفاسو من الشمال وهي أصغر البلدان في أفريقيا وتعتبر عدن واحدة من أكثر مدن العالم رفعا للأعلام والشعارات حيث يرفع فيها علم جمهورية اليمن الديمقراطي واتحاد الجنوب العربي وأعلام السعودية والإمارات ودول أخرى وأخيرا دولة توغو رقيب السلطة الرابعة تحت هذا العنوان كتبت فوسا جميل مقالها المنشور في العربي الجديد هل تقييد حرية التعبير والرأي هو فقط متمثل في السلطة السياسية في الدرجة الأولى ثم الدينية والاجتماعية مع عدم إغفال مدى الارتباط بينها فكلما ازداد الطغيان السياسي وأحكمت الأنظمة الحاكمة قبضتها على الشعوب وحاصرت حرياتهم انتعش الطغيان الآخر بمباركة وتشجيع منها أكثر أنواع الرقابات وضوحا ربما هي رقابة الدولة فهي تتذرع بالقوانين والدساتير وتضع الضوابط ذات الصياغ المطاطة والبعيدة عن التعيين مستندة إلى ما يدغدغ مفاهيم لها علاقة بالقيم التي تحولت مع أزمان الاستبداد إلى شعارات فارغة فمنضوع المس بأمن الوطن وإضعاف الشعور القومي والارتباط أو الارتهان إلى الخارج وتنفيذ مخططاته وتآمره على البلاد كل هذا رائع يمكن أن توصل الكاتب إلى مصير أسود فيما لو تخطى عتبات معينة ليرى نفسه مطوقا بهذه الأحكام الجائرة ومرميا في خانة النقران الاجتماعي والوطني لتهمة التطاول على هيبة الدولة والتحريض على بث الشائعات التي تشق الصفوف وتضلل الوعي العام وهذا كله يصب في مصلحة الأعداء ليست الرقابة ومحاصرة ضمير الكاتب ناجمة فقط عن تلك الرقابة فهناك ما هو مهم أيضا وله التأثير الأكبر والأوسع في الوعي خصوصا في وقتنا الحالي عصر الخبر السريع والصورة الذكية والآنية في مواكبة الحدث والكثرة والوفرة الزائدة في المنابر والوسائط المتعددة في زمن الانتفاضات الشعبية في منطقتنا صار السلاح هو الذي يحكم السياسات ويصنعها السلاح بمعنى الأقوى الذي يفرض شروطه ويدر اللعب وفق مقتضيات مصلحته وتراجع الزخم الشعبي الطامح إلى التغيير وإلى تحقيق مطالبه التي ثار من أجلها صارت اللعبة على المكشوف حلبة صراع على السلطة وتكسير العظم حتى لو قتل نصف الشعب في تقاطع النيران أو هجر أو شرد المسؤول الإيراني الذي قال أنه لا يوجد كورونا في بلاده وأن هناك مبالغة بالأرقام أصب بالفيروس حيث ظهر نائب وزير الصحة الإيراني في متمر صحفي وهو يتصبب عرقا بينما ينفي الأنباء التي تتحدث عن وفاة خمسين شخص بفيروس كورونا المستجد في بلاده وفقا لموقع ألماني تم تأكيد إصابته بالفيروس حيث عنوى الدي داباليو بعد نفيه الأرقام حول ضحايا كورونا مسؤول إيراني يصاب به قال مستجر وزير الصحة الإعلامي علي رضا وهاب أن اختبار كورونا المستجد الذي أجري للسيد حريرجي نائب وزير الصحة جاء بنتيجة إيجابية لجهة الإصابة وخلال المؤتمر نفى حريرجي صحة ما أعلنه أحد النواب عن وفاة خمسين شخص بالفيروس في مدينة قوم قائلا أنه مستعد للاستقالة في حال ثبتت صحة العدد أكدت إيران ثلاثة وافيات واربعة وثلاثين إصابة جديدة الثلاثاء ما يرفع إجمالي عدد الوفيات بكورونا المستجد في البلاد إلى خمسة عشر بينما بلغ عدد الإصابات خمسة وتسعين ويعد عدد الوفيات في إيران بكورونا المستجد الأعلى خارج الصين وذكرت وزارة الصحة أن معظم الوفيات والإصابات خارج مدينة قوم كانت بين أشخاص زاروا المدينة المقدسة لدى الشيعة مؤخرا في جولتنا بين الصحف البريطانية نطالع تقرير من صحيفة الجارديان حيث تعنون الجريدة مخاوف بينما مسارات زيارة الأماكن المقدسة في الشرق الأوسط تبدو الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس القاتل يتحدث التقرير عن تصاعد المخاوف من انتشار فيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط عبر الحجاج وزوار الأماكن المقدسة وإمكانية وصوله إلى مخيمات اللاجئين الذين يعتبرون المجموعة الأضعف والأكثر عرضة للإصابة بالفيروس القاتل وهو ما يعني أن المنطقة ستصبح عرضة لكارثة صحية شاملة غير مسبوقة ويرى التقرير أن المخاوف من سرعة انتشار المرض تتركز في مدينة قوم الإيرانية التي يعتقد أنها بؤرة للفيروس في إيران ومصدر لانتشاره في أنحاء الدول وانتقاله إلى جيرانها المباشرين يضيف التقرير أن الإصابات القليلة التي ظهرت في البحرين والعراق ولبنان انتقلت من الزوار الشيعة من هذه الدول الذين ذهبوا إلى مدينة قوم خلال الفترة الأخيرة وينقل التقرير عن الطبيب دامكوت المتخصص في شؤون الصحة العامة بالشرق الأوسط في جامعة كامبرج قوله إن العراق معرض لتهديد كبير بسبب ضعف النظام الصحي فيه وأن انتشار الفيروس هناك من شأنه أن يؤدي إلى وفاة الألاف ويحذر التقرير من أن اللاجئين والنازحين في العراق وسوريا الذين يعانيان من الحروب سيكونون الشريحة الأضعف في حال انتشار العدوى وتحول الفيروس إلى وباء كورونا وناقة وبعير تحت هذا العنوان كتب نادر رانتيسي مقاله المنشور في صحيفة الغد مضيفا تأكدت متأخرا أني لست كائنا مفيدا فساعات العمل اليومية لم تتحلي تطوير سترة ثورية يمكن أن تتحول إلى خيمة للاجئين والجلوس الطويل أمام البحر لم يمكنني من فهم مزاجه الثوري رغم أني كنت طالبا مشاغبا أخرج في مظاهرات كانت جادة تماما لإسقاط معاهدة واد عربة ولما أدعيت الإصابة بهشاشات العظام اكتفيت بكتابات تتجاوز القدرات الذهنية للرقيب وظننت أن هذه الكتابة الملاغزة يمكن أن تقرب كل ما هو مستقر الآن سيكون حظي جيدا إن انتبهت لإمرأة وأنزلت ساقا عن ساقا لتلتقط اسمي لن تتيح لي كل قدراتي العلمية أن أكتشف لقاحا مضادا لفيروس كورونا ففي الوقت الذي كان فيه طالب ياباني يبتكر دراجة تعمل بمحرك طائرة كنت أتمنى أن يكون الثالث عشر من تشرين الأول عام 1992 هو يوم القيامة حتى يلغى امتحان اللغة الإنجليزية ودرس القسمة على عدد عشري وكيف لي أن أكون علميا ولم أعرف أن الأرض تدور حتى ذكرت ذلك صراحة في أغنية فصحة عن حب عبثي كيف؟ وأنا طالب أدبي سابق كان أكبر هما لي أن أجعل ناقتها تحب بعيري لدي وقت فائض مثل ذلك الذي يقضيه وزراء الخارجي العرب في كتابة بيان على البحر الكامل أشاهد فيه مسلسلا إسبانيا مشوقا على النيتفليكس أحرص على أن يكون تصنيفه فوق الثمانية عشر وفيلما عربي ساذجا على شاهد نت عن كائن الغباء من هو فيه ومسرحية لعاد الإمام محفوظة في تلفازي لترد الكآبة الموسمية أشاهد أيضا مباراة إيطالية في كرة القدم لا نقتلي فيها ولا بعير وأتلصص على سلافة معمار في أنستجرام وحين يباغتني خبر عن اقتراب فيروس كورونا أتناول قرصين من بندول نايت ردت أرملة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بقسوة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد مطالبته بتمديد العقوبات على عائلة القذافي وتمجيد أصولها وفق تجميد أصولها وفقا لصحيفة القدس العربي أرملة القذافي تبعث برسالة إلى ترامب وتقول أنها في انتظار الرد ماذا كتبت؟ قالت صفية فركاش أرملة الزعيم الليبي الراحل من الذي يسبب التهديد؟ هل هم الثلاثة الذين قتلتموهم؟ عملاء وجواسيس أمريكا أو الأسرى الثلاثة؟ في إشارة إلى أبناء القذافي أضافت صفية فركاش وفقا لموقع جاء في وثيقة مسربة بخط يدها إذن من هو الإرهابي؟ وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طلب من الكونغرس تمديد العقوبات على عائلة الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي وتجميد أصولها وطلب ترامب في خطاب وجهه إلى الكونغرس بتمديد العقوبات المفروضة على عائلة القذافي وشركائه عاما إضافيا من أجل منع تحويل أصول البلاد وصف في وقت سابق من الشهر الجاري بأنه المعمر الأكبر سنا على قيد الحياة بين الذكور في العالم لكن الموت أخذ حياته في هذا الأسبوع وتقول صحيفة الشرق الأوسط تشيتسو وتنابي وهو أحد سكان مدينة جويتسو بوسط اليابان توفي عن عمر النهزة المئة واثنى عشر عام وولد المعمر في الخامس من شهر مارس من عام الف وتسعمائة وسبعة وكان يعيش في دار لرعاية المسلين وحصل في 12 فبراير الحال على شهادة رسمية من موسوعة جينيس للأرقام القياسية تفيد بأنه أكبر معمر على قيد الحياة في العالم وانتقل بعد تخرجه من كلية الزراعة إلى تايوان حيث عمل في شركة يابانية لإنتاج السكر وبعد أن أنضى 18 عاما هناك خدم في الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية يشار إلى أنه لديه خمسة من الأبناء واثنى عشر حفيداً لإضافة إلى ستة عشر من أبناء الأحفاد الرأس مالية في أزمة كانت هذه حتى وقت قريب قناعة اليسار لكنها اكتسبت اليوم جاذبية عبر كامل طيف السياسي في الاقتصادات المتقدمة هكذا تفتتح الاقتصادية البريطانية والرئيس التنفيذي لمؤسسة الاقتصاد الجديد متاثاً بلا مقالها المنشور في صحيفة الغد وجاء فيه لطالما كانت اللامساواة من سمات المجتمعات الرأس مالية وكان الناس على استعداد للتسامح معها طالما شعروا بأن نوعية حياتهم تتحسن وأن فرصهم تزداد وأن أولادهم يستطيعون أن يتوقعوا أن يبلوا أحسن منهم بكثير أي طالما كانت جميع القوارب المجازية عائمة وعندما كف هذا عن الحدوث في العقود الأخيرة غذ هذا الواقع تصوراً متنامياً بأن النظام غير عادل ولا يعمل لصالح غالبية الناس وأدى الإحباط المتصاعد إلى المطالبة بالتغيير بما في ذلك صعود قابلية جديدة للمثل الاشتراكية التي تم تهميشها لفترة طويلة أو حتى اعتبارها من المحرمات في المملكة المتحدة على سبيل المثال قال 53% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع مؤخراً أنهم يعتقدون أن الاقتصاد أصبح أقل عدالة خلال العقد الماضي وقال 83% إنهم شعروا بأن الاقتصاد عمل جيداً لصالح الأثرياء لكن 10% فقط قالوا إنه عمل لصالح الأشخاص الذين أولدوا في أسر فقيرة وأصبحت أفكار مثل استعادة الملكية العامة للمرافق الأساسية التي تمت خصخصتها في العقود الأخيرة كالسكك الحديدية والخدمات الكهربائية وشركات المياه تكتسب زخماً حيث دعم أكثر من 75% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع اتخاذ مثل هذه الخطوة مع ذلك لن يكون مجرد إحياء الأجندة الديمقراطية والاجتماعية لحقبة ما بعد الحرب كافياً فمن ناحية يتعارض تركيز تلك الفترة على السلطة المركزية وملكية الدولة مع الطلب واسع النطاق في الاقتصادات المتقدمة على مزيد من السيطرة المحلية والجماعية على الموارد وربما يكون الأهم من ذلك هو الحاجة إلى مواجهة تحدي لم يكن حاضراً أمام نماذج الديمقراطية الاجتماعية لما بعد الحرب بحيث تأخذه في الاعتبار التهديد الذي يشكله تغير المناخ والتدهور البيئي الماساوي فبعد كل شيء لا تكتفي الليبرالية الجديدة بمجرد خذلان الناس إنها تخذل كوكب الأرض أيضاً صور لصحيفة الجارديان البريطانية تحمل أحداثاً مختلفة وثقها مصورها من مختلف أنحاء العالم نتابع ترجمة نانسي قنقر عدد من رسومات الكاريكاتير التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولتنا لهذا اليوم ترجمة نانسي قنقر وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نلقاكم على خير بإذن الله إلى اللقاء